الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة في الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فأحييكم وأرحب بكم في المحاضرة الثالثة من الوحدة الخامسة وهذه الوحدة التي سبق وبينا أنها تتكلم عن الخبر المقبول وأقسامه وهما الحديث الصحيح ومباحثة والحديث الحسن ومباحثة وكنا بدأنا في المحاضرات السابقة الكلام على مسائل الحديث الصحيح وذكرنا ثمان مسائل من مسائله فيما مضى ونستكمل بعض المسائل المتبقية فالمسألة التاسعة عندنا وهي الكلام على مستدرك الحاكم وصحب الخزيمة وصحب الحبان وذلك أن كل منهم رحمهم الله اشترط على نفسه أن يولد الحديث الصحيحة فنتكلم عن هذه الكتب بشيء من الإجاز أما مستدرك الإمام الحاكم فقد أنفه أبو عبد الله الحاكم رحمه الله وهو كتاب ضخم من كتب الحديث وذكر فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو شرط أحدهما ولم يخرجاها بمعنى الأحاديث التي يعني على رجال الشيخين أو رجال أحدهما أي روى البخاري ومسلم أو أحدهما روى لهذا الغجل فيستدرك الإمام الحاكم أحاديث روية بنفس هذه الأسانيد ولم يخرجها البخاري أو مسلم أو كلاهما كما ذكر أيضا غير هذا ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد وربما أيضا ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح لكنه نبه عليها هذا هو مستدرك الحاكم لكن الحقيقة أن الإمام الحاكم متساهل في التصحيح ولذا ينبغي أن يتتبع ويحكم على أحاديثه بما يليق بحالها ولا يأخذ كلامه على أن كل الأحاديث الموجودة في المستدرك كلها صحيحة ولذلك فقد تتبعه الإمام الذهبي في كتاب سماه تلخيص المستدرك وهو مطبوع الآن بحاشية المستدرك للحاكم تتبع الإمام الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها ومع ذلك لا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية الكتاب الثاني وهو ما يتعلق بصحيح الإمام بن حبان وهذا كتاب ترتيبه مخترع وذلك أن الطرق التي كان المصنفون والمتقدمون في الحديث يصنفون عليها إما أن يرتب على الأبواب أو على المسانيد ابن حبان رحمه الله لم يرتب لا على الأبواب ولا على المسانيد وإنما جعله أقساما وتحت الأقسام جعل أنواعا ولهذا سمي التقاسيم والأنواع والكشف على الحديث والوصول إليه من كتابه هذا عسر جدا بمعنى أنه متأسر وكان أراد ذلك وقصده لكي يجتهد طلاب العلم في حفظ هذه الأحاديث حتى جاء بعض المتأخرين وهو على الدين ابن بلبان الفارسي فصنفه على الأبواب عاد ترتيبه وتصنيفه على الأبواب والحكم النهائي على صحيح بن حبان كما يذكر بعض العلماء أنه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة وإن كان أقل تساهلا من الحاكم وبالتالي فلا يكتفى بوجود الحديث في صحيح بن حبان للحكم بصحته وإنما لا بد من تتبعه أيضا والنظر في حكم العلماء على هذا الحديث الكتاب الثالث هو صحيح الإمام بن خزيمة وهو أعلى مرتبة من صحيح بن حبان من حيث الحكم لشدة تحريه أي بن خزيمة حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد وهذا كتب الثلاثة التي هي مصدر كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مطبوعة إلا أن صحيح بن خزيمة لم يوجد منه إلا الربع المسألة العاشرة وهي المستخرجات على الصحيحين أولا ما هو موضوع المستخرج المقصود بالمستخرج هو أن يأتي المصنف صاحب المستخرج يعني إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب الذي استدرك عليه يعني فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه والمستدركات كثيرة ومن أشهرها المستخرجات على الصحيحين ومنها المستخرج قابي بكر الإسماعيلي على البخاري بمعنى أن أبا بكر الإسماعيلي جاء إلى أحاديث البخاري فرواها هي نفس الأحاديث لكن بأسانيد نفسه وقد يلتقي مع الإمام بخاري في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه الكتاب الثاني المستخرج لأبي عوانة للسفرايني على صحيح مسلم الثالث المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني على كل منهما هل التزم أصحاب المستخرجات فيها في مستخرجاتهم موافقة الصحيحين في الألفاظ لم يلتزم مصنفوها موافقتهما في الألفاظ لأنهم إنما يرغون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيخهم لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ أي في ألفاظ الأحاديث فليست أحاديث متطابقة في الألفاظ لاختلاف طرق هذه الأحاديث وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصادفهم مستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما ويقولون فيها رواه البخاري أو رواه مسلم فقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ ولذا فمراده من قولهم رواه البخاري ومسلم أو رواه البخاري أو رواه مسلم أي أنهما روايا أصله روايا أصله هل يجوز أن ننقل منها أي من المستخرجات حديثا ونعزوه إليهما يعني إلى البخاري ومسلم أو إلى الكتاب المستخرج عليه بناء على ما تقدم أي من أن الألفاظ مختلفة وغير متطابقة في أغلب الأحاديث فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب التي ذكرناها آنفا حديثا ويقول فيه رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين الأمر الأول أن يقابل الحديث بروايتهما يعني يقابل الحديث الذي أخذه من السنوان البيهقي أو مستخرج إسماعيلي ويقابله برواية البخاري أو مسلم فإذا تطابق فلا أشكال في أن يقول رواه البخاري أو رواه مسلم الأمر الثاني أن يقول صاحب المستخرج أو المصنف أو أن يقول أخرجاه بلفظه أخرجاه بلفظه فإذا صاحب المستخرج نفسه أو المصنف قال أخرجاه بلفظه فحينئذ يجوز لنا أن نعزوه إليهما ما هي فوائد المستخرجات على الصحيحين ذكر العلماء المستخرجات عموما فوائد كثيرة منها علو الإسنات لأن مصنف المستخرج لو روا حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج إذن فالفائدة الأولى وهي من فوائد عشر ذكراء الصيوطي في تدريب الغاوي علو الإسنات الفائدة الثانية الزيادة في قدر الصحيح لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في متون بعض الأحاديث في المستخرجات الفائدة الثالثة القوة بكثرة الطرق القوة بكثرة الطرق يعني أن الحديث الآن سيلد عندنا من أكثر من طريق فإذا كان في البخاري واستخرج عليه فسيلد من طريق أخرى يلتك فيها معه في شيخه أو من فوقه وبالتالي فيصبح عندنا أكثر من طريق فيقوى الحديث بكثرة الطرق ويستفاد من هذه القوة عند الترجيح في حال المعارضة لما يتعارض هذا الحديث مع غيره فنرجح بكثرة الطرق هذا ما تيسر قوله في هذه المحاضرة والله أعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد